بسم الله الرحمن الرحيم دعاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقرأ في كل يوم من رجب قال عليه السلام خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين وجاء أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير وأنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء ومن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وروي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال قل في كل يوم من رجب صباحا ومساء وفي أعقاب صلواتك في يومك وليلتك يا من أرجوه لكل خير وآمن صفته عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فطلك يا كريم ثم قال عليه السلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شبابي وشيبتي على النار وروي عن الإمام المهدي عليه السلام اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهد العظيمة والأياد الجميلة والعطايا الجسيمة يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير ويا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل يا من سمى في العز ففات خواطر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكار يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه وتفرد بالكبرياء والآلاء فلا ضد له في جبروت شانه يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين يا أسمع السامعين ويا أبصر المبصرين ويا أنظر الناظرين ويا أسرع الحاسمين ويا أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار وأن تقسم لي في شهرنا هذا خير ما قسمت وأن تحتم لي في قضائك خير ما حتمت وتختم لي بالسعادة في من ختمت وأحيني ما أحييتني موفورا وأمتني مسرورا ومغفورا وتولى أنت نجاتي من مساءلة البرزخ وادرأ عني منكرا ونكيرا وأريعيني مبشرا وبشيرا واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا وعيشا قريرا وملكا كبيرا وصل الله على محمد وآله بكرة وأصيلا يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بعقد عزك على أركان عرشك ومنتهى رحمتك من كتابك واسمك الأعظم الأعظم وذكرك الأعلى الأعلى وكلماتك التامات كلها أن تصلي على محمد وآله وأسألك ما كان أوفى بعهدك وأقضى لحقك وأرضى لنفسك وخيرا لي في المعاد عندك والمعاد إليك أن تعطيني جميع ما أحب وتصرف عني جميع ما أكره أنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وجاء أيضا عن الإمام المهدي عليه السلام أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أدعو في كل يوم من أيام رجب اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به بولات أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك وأسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدءها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود ليس دونك من كل معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين وبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من أشهر الحرم واسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسم وابرر لنا فيه القسم باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم وعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا كوافي قدرك وامن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا واعطنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام وجاء أيضا عن الإمام المهدي عليه السلام اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرب يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب أسألك سؤال معترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه وطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع من الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته فأنت يا مولاي أعظم أمله وثقته اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرا